فيما يلوح شبح الحرب فوق طرابلس وتتصعد مخاوف المواطنين من تبعات الإختتال جراء نزاع سلطتين تنفيذيتين تدعي كل منهما التمسك بشرعية يأتي موقف أمريكي في توقيت حساس داعياً جميع الأطراف إلى وقف التصعيد اطالب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس من سماهم المخاضرين بالإنجرار إلى العنف في ليبيا بإلقائه أسلحتهم دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لم تقتصر هذه المرة على الحث على الاستقرار بل قال برايس إن عدم الاستقرار في ليبيا يذكر بالحاجة الملحة إلى تعيين ممثل أممي خاص لاستئناف جهود الوساطة داعياً قادة ليبيا إلى إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات ذلك التوافق البعيد المنال الذي لم يتحقق فالتعديل الدستوري مثقل بالخلافات والمراجعات والتشكيك وفيما تستمر حالة الجمود السياسي والتلويح باللجوء إلى الخيار العسكري لفرض سلطة الحكومة المكلفة من البرلمان تتحرك حكومة الوحدة الوطنية في مسارات داخلية وخارجية ليظهر الطرفان مواقف صلبة لا تعلمون نتائجها وكيف تنتهي وذلك ما يمثل مخاوف المواطنين التي لم تنسى بعد ذكريات الحرض على صعيد دولي آخر اتفقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع المبعوث الإيطالي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو على ضرورة حل جميع الخلافات في البلاد ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار والحفاظ على الهدوء فهل هي بداية توافق دولي على ضرورة التهدئة أم هو تحذير مما هو قادم؟ محلياً بحث المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش مع رؤساء حكومة الوحدة ورئاسة الأركان العامة واللجنة العسكرية المشتركة وقيادات عسكرية وأمنية بحث متابعة استمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على الاستقرار الأمني إذن وفيما تسود المشهد الليبي حالة غموض وتربك الساحة السياسية وتقلق المواطنين تبقى احتمالات نشوب الاشتباكات المسلحة قائمة في أي لحظة ما لم تصل أطراف النزاع إلى حل توافقي يقود البلاد إلى الانتخابات وينزع فتيل الأزمة فهل ستتواءم تلك الأطراف مستقبلاً؟ أم تبقى متمسكة بسلطتها على أنقاذ تدهور أوضاع المواطنين؟ ترجمة نانسي قنقر